السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولو سهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد هل مرة نحن نحكي عن موضوع بخص السياسي الداخلية والأخبار السياسية بالسويل قبل لعدة أيام بالتحديد بتاريخ 2 فبراير 2023 تم انتخاب محرم ديميروك لرئاسة حزب الوسط خلفا لرئيس الحزب المستقلي آني نوف مثل ما هو معروف حزب الوسط كان خلال السنوات السابقة بتحديد عام 2013 حتى الآن و أقرب لأحزاب اليسار بتحديد حزب الاشتراك الديمقراطي و حزب البيئة طول هو كان داعم غير مباشر للحكومة السابقة بقيادة ستيفان نوفين و أيضا مكدينا أندرشون مقابل رفض التعاون مع حزب زبال ديمقراطنا أو حزب المحافظين المدعوم من قبل حزب زبال ديمقراطنا اليمينة المتطرف ديميروك اللي هو شخصية غير معروفة على الساحة السياسية بسويل ما كان لأنه مناصب سياسية معروفة وحتى من قبل أعضاء حزب الوسط هو شخص غير معروف يعني 45% من أعضاء الحزب ما كانوا بيعرفوه قبل ما يتم ترشيحه لمنصب رئاسة حزب بحسب أحد استطلاعات الرأي وتعرض لها كثير من الانتقادات كونه هو كمان من أصول تركية هذا الشيء اللي خلاه يضطر يتخلى عن جلسيته التركية في سبيل أنه يفوز برئاسة حزب الوسط وبعد انتخابه لرئاسة حزب الوسط أعلن ديميروك أنه هو على استعداد للتعاون مع رئيس الحكومة السويدي أوركسوشون رغم أنه الحكومة مدعومة من حزب إزبارة ديمقراطنا اليميني اللي هو فيه عداء نوعا ما بينه بين حزب الوسط كونه 3% فقط من أعضاء الحزب بوافقه على التعاون مع حزب إزبارة ديمقراطنا بالمقابل فيه نسبة أكبر للتعاون مع حزب المحافظين ونسبة أكبر مع حزب الليبراليين والنسبة الأعلى كانت أنه يكون هناك علاقة جيدة مع الحزب الاشتراك الديمقراطي بقيادة مكدرين أندرشون وبالتالي معظم أعضاء أو ناخبي حزب الوسط يأيدوا نفس الخط اللي انتهجته أنيلوب رئيسة الحزب السابقة لكن على ما يبدو أنه ديميروك ممكن يروح بخط معاكس هو يميل للتعاون مع الفلسترشون والأيس الحكومي الحالية المضعوم مثل ما ذكرت من حزب إزبارة ديمقراطنا اليمين وهذا الشيء رح يكون خطير كتير على السياسي الداخلية بالسويد في حال حزب الوسط انتقى للجانب اليميني أو لجهة أحزاب اليمين فهي الأحزاب رح يكون عندها غلبية كتير كبيرة حتى ربما بالانتخابات المقبلة وبالتالي اليمين ممكن يحكم السويد لعدة سنوات في حال غير حزب الوسط بقيادة ديميروك خطه السياسي وطبعا في كتير من أعضاء حزب الوسط اتقدوا هاي التصريحات لكن هذا الشيء بذكرنا أيضا بحزب الليبراليين اللي كان أيضا عنده تقريبا خط مشابه لخط حزب الوسط قبل الانتخابات السابقة لكن مع تغير رؤساء حزب الليبراليين أيضا تغيرت سياسي بالتدريج وبالتالي أصبح حزب الليبراليين بمعسكر واحد مع حزب سبار ديموكراتنا اليمين المعادي للمهاجرين وانتظار طبعا المزيد من المواقف السياسية اللي ممكن يعبر من خلالها ديميروك عن نهجه وسياسة حزبه خلال السنوات السابقة وان شاء الله انتظرونا بفيديو لاحق عن تجربة رؤساء الأحزاب من أصول مهاجرة بالسويد نحن نصلنا لخطام هذا الفيديو شكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته